اختلاق الأزمات والتذرع بمحاربتها هي الطريقة المتبعة من قبل الحكومات الفاسدة لتبرير بقائها في السلطة وحرف بوصلة الجماهير عن المطالبة بحقوقها الضائعة وأموالها المهدورة في ذهاليز الفساد الحكومي وعلى هذه الطريقة صارت الطبقة السياسية الحاكمة في عراق ما بعد الغزو الأمريكي عبر تاريخ طويل من الوعود المنهارة بشأن الإصلاح ما جعل جميع تعهداتها للمتظاهرين بالإصلاح والتغيير بلا مصداقية وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية هذه الحقيقة التي وصلت إليها صحيفة واشنطن بوست مبنية على سيل من الوعود والبرامج التي أطلقها العبادي عدة مرات من أجل مكافحة الفساد وإغلاق منافذه ورغم ذلك يتكاثر الفساد وتتسع منافذه ضمن بيئة سياسية تموج بالمصالح الحزبية التي كانت في مقدمة الأسباب التي أشعلت التظاهرات الشعبية وبدأت تتحول إلى اعتصامات مفتوحة لم تستطع حتى الآن محاولات الحكومة احتواءها سواء بطرق الترهيب أم الترغيب ما يعكس حجم أزمة الثقة بين المواطن وبين سلطة طالما استغلت الملف الأمني والحرب على تنظيم الدولة لضمان استمرارها بالحكم العراق المضطرب أمنيا واقتصاديا منذ 15 عاما خلقت أجواءه الحالة السياسية ولا شيء غيرها بحسب ما ذكرته صحيفة الاندبندد البريطانية حيث قالت إن حالة الصراء السياسي بين الأحزاب والكتل هي أصل كل أزمة يعاني منها العراق ما يدل على حجم الإخفاقات المزمنة للحكومات الفاسدة وذلك ما تطلب طرح صحيفة الاندبندد سؤالا تكرر باستمرار أين ذهبت مئات المليارات وما تزال مدن العراق في أسوأ حالاتها